حمد الحوراني يبقى معنا من درع مراسل أخبار الآن محمد مساء الخير نتحدث إذن عن هجوم لقوات الأسد رغم الهدنة تحدثت عنها أمس كنا نتحدث معك أمس عن هدنة ارتاح لها الناس وكانت حقيقية على الأقل لأمس والنازحين من السويداء إلى درعا كلمة لك نعم يسون مساء الخير وصل عدد كبير من المدنيين الذين كانوا يسكنون القرى والبلدات شرقي محافظة السويداء في منطقة شنوان شهيب الأسفر تل شهيب هذه المناطق التي تقدمت إليها الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد منذ بداية سريان الهدنة الأخيرة التي كانت هي أيضا مشمولة بهذا الاتفاق اليوم وصلوا إلى محافظة درعا مشيا على الأقدام بعد معاناة كبيرة حيث سلكوا طرق وعرة وطرق صعبة في الوعر في منطقة اللجاء مررا من بين حواليس النظام خشية اعتقالهم أو قتلهم فهم وصلوا إلى هنا دون أمتعة دون أي شيء من ممتلكاتهم قدر عددهم بقرابة السبعين عائلة حتى هذه اللحظة حسب الذين قابلتهم الأمس في ريف درعاء الشرقي أين هم؟ الجدير بالذكر ميسون أن نعم ميسون؟ أين هم الآن هذه العوائل تتحدث عن سبعين تقريبا حتى الآن؟ تم تأمين بعض الخيام وبعض الأماكن لهم في ريف درعاء الشرقي في منطقة بصر الشام في منطقة بلدة المسيفرة في بلدة السهوة في بلدة كحيل هناك المنظمات المحلية ونشطاء المحليين وبعض الفصال العسكرية قامت باستقبالهم وتجهيز بعض الخيام بالإمكانيات المتوفرة حتى يتم تأمينهم بشكل أكثر في الأيام القادمة الجدير بالذكر ميسون أن هؤلاء العوائل تحدثوا إلي عن هناك الكثير منهم ما زال مجهول المصير هناك من نزح إلى منطقة الحماد وهي هذه المنطقة معروفة بالصحراء الخالية في منطقة البادية الشامية هناك من طر إلى أن يذهب إلى مناطق النظام وهو مجهول المصير هذا بالنسبة لهؤلاء الذين تم تهجيرهم الأمس من ريف السوداء الشرقي أما بالنسبة لمحافظة درعاء وريف القنيترة الهدنة ما زالت مستمرة هناك هدوء عام في أرجاء المحافظة في درعاء والقنيترة تخلى لها بعض الخروقات في عدة مواقع ولسيما أحياء درعاء البلد التي سقطت قوات النظام فيها بعض القذائف الهاون وهناك أيضا تسجيل خرق لقوات النظام في منطقة الحمدانية في ريف القنيترة حيث قامت قوات الأيسد أيضا بقصف منطقة الحمدانية بقذاف المدفعية الجدير بالذكر ميسون أن المعارضة قد أخبرتنا أن هناك انسحابات من قبل ميليشيات إيرانية وميليشيات طائفية من درعاء إلى مناطق أخرى بعيدة عن خطوط الاشتباك التي كانت تتمركز فيها سابقا ضمن معركة الموت ولا المذلة وهنا بالتحديد حي المنشية وأيضا من جهة جبهة المخيم درعاء ومن جهة النعيمة شكرا لك محمد الحوراني مراسل أخبار الآن في درعاء وريفيا على كل هذه المعلومات